وجه قائد الجيش العماد جزاف عون أمر اليوم إلى العسكريين بمناسبة عيد الجيش وقال أيها العسكريون يحضر عيد الجيش هذا العام وعيون اللبنانيين شاخصة إلى شجاعتكم وبسالتكم في الميدان تقدمون تضحيات الجسام دفاعا عن أرضكم وشعبكم وأعلم بلادكم ويحضرون في هذا العيد أيضا عسكريون أبطال استشهدوا وآخرون أصيبوا أو اختطفوا على يد التنظيمات الإرهابية والإرهاب هو نفسه سواء من الحدود الجنوبية أو من الحدود الشرقية حيث أحكمتم خلال السنوات السابقة الحصار عليهم واليوم تواصلون استهدافهم بقوة أيها العسكريون إنما قمتم به ولتزالون من عمليات وقائية متوالية في إطار الأمن الاستباقي جنبت البلاد وأهلها أخطارا جسيمة في الأرواح والممتلكات هو مداعات فخر واعتزاز لجيشكم ولكل واحد منكم ولأنكم كذلك فقد شكلتم الخطوط الحمر التي لا يمكن لأحد أن يتجاوزها لأنه تجاوز لمصالح الدولة ومؤسساتها وتجاوز لسلامة المواطنين وحقهم المقدس في العيش الآمن الحر الكريم أنتم يضع الخطوط الحمر أمام كل ما يحاول زعزعة الأمن والنظام وضرب المؤسسات والعبث بالحياة الديمقراطية روحا وممارسا أيها العسكريون إن في مواضبتكم على مواجهة الإرهاب وملاحقة العابثين بالأمن في موازاة جهوزيتكم الكاملة لمواجهة تهديدات العدو الإسرائيلي وتعاونكم البناء مع القوات الدولية الصديقة تنفيذا للقرار 1701 ما يؤدي إلى حماية الدولة ومؤسساتها وتحصينها من أي خطر داخلي أو خارجي ترجمة نانسي قنقر